قفزت أسعار المحروقات في محطة الوقود في المغرب إلى مستوى قياسي مساء الأربعاء بعدما وصل تمال القزوال إلى حوال 14.50 درهمة للليطر الواحد أي 1.5 دولار في زيادة جديدة بحوالي درهم عما كانت عليه مطلع هذا الأسبوع مقتربا بشكل كبير من سعر البنزين وبعد انتشار خبر زيادة ليلة الأربعاء الخميس عرفت محطة الوقود ازدحاما من المواطنين بهدف ادخار بعض الدرهم قبل أن تتغيير الأرقام على لوحات الأسعار وعينت مجموعة من الوسائل الإعلامية ارتفاعا غير مسبوق لثمن ديزيل الذي تجوز 14 درهم مقتربا ببعض سنتيمات من سعر البنزين ورجح فاعلون اجتمرار ارتفاعها الأسعار لتجاوز سقف 15 درهم خلال الأيام المقبلة في حال لم تتدخل الحكومة بالإعلان عن إجراءات من الموسى تحمل قدرة شرائية وتكباح الارتفاع المهوي لسعر المحروقات ويقول بوعز الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستليك إن ارتفاع أسعار محروقات في المغرب يفترض تدخل عاجل الحكومة من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين وذكر المتحدث في هذا السيق أن دول أوروبية مثل فرنسا شرعت في تقديم إعانة طاقية للمواطنين تبلغ 100 أورو ودق الخراطي في حديث لوزاع الإعلام ناقص الخطر بخصوص هذا الارتفاع مؤكدا أن الحكومة لم تتخذ إلى الآن أي إجراء لدعم المستهريك بصفة مباشرة مضيفا أن الدعم الذي أطلقته لفائدة مهني النقل غير واضح وأطار جدلا داخل القطع وأكد الفاعل الجمعوي أن من ضمن الاقتراحات التي تقدمت بها الجامعة المغربية لحقوق المستهليك هو خفض ضريب على القيمة المضافة بـ 50% والتراجع عن الزيادات المتضمنة في ميزانية 2022 وتطبيق قانون حرية الأسعار منافسة بتحديد أسعار بعد المواد لمدة 6 أشهر ودائما في تعليق الموضوع اقترح الخبيل الاقتصادي راشد ساري إمكانية لجوء الحكومة إلى الاستغناء عن ضرائب المفروضة على الوقود في المغرب أو تخفيف منها على الأقل وقال في حادث لآخر إنه يجب على الحكومة تخفيض ضرائب على البترول لسيما بعد أن وصل سعر البنزيل لما يقارب 15 درام للليتر من جانبه أكد المحلسياتي خالد فتحي أن المغرب تضرر كثير من الحرف الروزية الأوكرانية لأنه يستورد 92% من الطاقة وخمسين من حاجيته من الحبوب هذا سيكلف الدولة كثير من أجل ضبط التوازنات ترجمة نانسي قنقر